نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قافلة تنموية شاملة بإحدى القرى بمركز كفر زيات لدعم حياة كريمة شهدت القافلة الكشف الطبية على 1547 مواطنا ومحو 124 مواطنا وزراعة 50 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة وأكد دكتور محمد زكي رئيس جامعة طنطة حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية الشاملة إلى مختلف القرى والمراكز بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان بالقرى الأكثر احتياجا وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة بالأماكن الأكثر احتياجا ترجمة نانسي قنقر